اشتركوا في القناة حاجة تشرف مصر حاجة محترمة جدا كان حفل افتتاح مبير حفل افتتاح يليق ببطولة عالمية كبيرة جدا واكفي ردود الافعال ليس المحلية ولا العربية ولا الافريقية بل العالمية كبريات مواقع الانترنت في العالم اشهدت بهذا الحفل ووصفته بحفل رائع حفل يليق ببطولة عالمية بل بعض المواقع والجرائد العالمية وصفت الحفل بأنه أفضل كثيرا من افتتاح بطولات عالمية كبرى فده حاجة تحسب المصرودين مصرودين قبلة مصرودة الوضع يجب أن تكون فيه مصر أنت بتتكلم في 150 يوم عندما صدر قرار تنظيم البطولة حتى موعد افتتاحها أن تنفذ كل هذا وتجاهز 6 استادات على الأعلى مستوى بشكل مبهر لكل الناس شكل يدعونا نحن المصرين للفخر وشوفنا شكل استاد القيارة عمل إزاي حاجة يعني لا يقل عن أي استاد عالمي شوفنا الكارنافال اللي موجود شوفنا الجهد الكبير اللي مبزول أكيد يعني هذا الذي شاهدناه في حفل الافتتاح خلفه جهد كبير خلفه رجال بتحب مصر خلفه ناس عملت وخططت وتعبت في وقت قليل جدا في زمن قصير جدا وقدرت تقدم لنا صورة مبهرة وصورة جميلة الحقيقة الواحد سعيد جدا أنه شايف هذا المنظر فخور بهذا الشكل أنا ممكنش أتوقع الحقيقة أننا نظر بهذا الشكل والأفضل والأجمل أن غلب عليه الطبع الفرغون بتاعك دايما أي بلد في الدنيا بتقدم نفسها في هذه الأحداث وإحنا دايما نركض على الحاجات دي في مصر وعندنا نماذج كتيرة جدا نقدر نقدم فيها لأن مطر بلد لها تاريخ عريق لها عندنا موروث كبير جدا موروث حضاري عظيم جدا منذ ألاف السنين فمهم جدا أننا نبرز هذا الموروث ونقدمه لعالم العالم كله شاف إزاي أننا مصر بتقدم تاريخها وأسرها الفرغونية والأهرامات دايما حاضرة أي حد في العالم بيشوف الأهرام بيبص على مطر على طول فعندنا نماذج دي فجميل جدا هذا الاختيار جميل العرض جميل الأداء جميل التنظيم كان شيء مبرى الحقيقة والواحد كان سعيد وفخور به طبعا وإن شاء الله الأمور تكمل بشكل مميز وما نشفناش أي شكل غير دايما الأمور ماشي بشكل هايل الملاعب بالتحديد عايز أتكلم عنها يا أستاذ أوسيو رأيك وتعليقك على الملاعب وانت أكيد شفت أكثر من مبارات في أكثر من ملعب حتى الآن يعني شفنا مبارات في أستاذ القاهرة أستاذ إسكندرية أستاذ السلام هيكون كمان في النهاردة الدفاع الجوي أرضية الملاعب رأيك فيها إيه والمظهر اللي بتظهر به بص يا أستاذ أمير لا كرة قدم بدون ملاعب يعني مستحيل يبقى عندك كرة قدم مميزة وعندك حاجة كويسة إلا لو كانت عندك ملاعب الدولة الإنجليزية والأعظم في العالم أول حاجة فكروا يعملوا أن يعملوا ملاعب ويعملوا ملاعب على أعلى مستوى وبأرقى أرضيات وأرقى مدرجات وأرقى تأمين كل ده مهم جدا وكل ده ممتازح أنت حق نجاح ما لم يكن عندك هذه المنظومة والبنية التحتية الرياضية لن تستطيع أن يكون عندك كرة قدم ولن يستطيع أن يكون عندك تنظيم جيد لذلك مصر الحمد لله عندنا بنية تحتية كتير جدا موجودة ولو لا وجود بنية تحتية في مصر ما استطعت في خمسة أشهر أن تنظم يمكن الكاميرون في أربعة سنين ما يدريش أن تبقى جهزة مصر في أربعة شهر بتبقى جهزة ودي مصر وخدرك مصر حددت ست ملاعب ثلاثة موجودين في القاهرة وعندك اسكندرية واسماعيلية وسويس اشتغلت على ده على الحاجات اللي موجودة طورت وجودت وحطت بصمة جميلية وبصمة جميلة جدا أي أستاذ بتشوفه من جوة حاجة تفرح المدرجات تتنظر بشكل جيد وشكل منظم الأرضيات تتعاملت على أحدث مستوى العالم غرف ملابس اللاعبين غرف المؤتمرات الصحافية المؤتمرات الإعلامية أماكن كبار الزوار الاستاذات من برة الشوارع من برة استاذات التدريب كمان 24 ملعب للتدريب 24 ملعب انت بتنظم كاس عالم يعني مش متنظم أفريقي يعني انت كده بفضل الله ست ملعب تاني زي دولة تستضيف كاس عالم على أعلى مستوى يعني كاس عالم اللي هو أعظم حدث في كرة القدم على المعمورة فشيء مهم جدا وشيء عظيم جدا فشيفنا استاذ القاهرة قدي شكله وجمال وشيفنا حتى الشوارع اللي خارج استاذ القاهرة شكلها إيه ومداخل استاذ القاهرة وشكلها حاجة جمالية محترمة استاذ اسكندرية استاذ من 1929 حاجة مبيرة وحاجة عظيمة جدا يعني أعتقد عاد رونق المنطقة اللي موجود فيها الاستاذ بطرق مرسوفة بشكل جماليات بحركة مرورية جميلة عظيمة استاذ السويس اللي موجود اللي صورت مبيرة كده تشوفها تنبهر وهي موجودة على قريبة من قناة السويس واستاذ كانوا في البحر يعني حاجة جميلة أو حاجة عظيمة استاذ المعالية من استاذاتك جميلة جدا برضو اللي تم تجهزها وتم أعدادها بشكل كويس جدا بقى عندنا ملاعب وبنية تحتها احنا كنا بنحتار في الملاعب لما الأهل والدانك بالعب أفريقيا هنلعب في برج العرب ولا في السلام يعني كنت مشكلة دلوقتي إلعب أينما شئت يبقى عندك ست ملاعب أكيد هيكونوا إضافة كبيرة جدا للكرى المصرية أتمنى أن احنا نحافظ على الملاعب دي ونضيف لها ملاعب أخرى علشان تبقى إضافة للكرى المصرية بشكل أعني نحافظ عليهم إزاي بقى عشان نتفرج على الملاعب دي في البطرات المحلية بص أهم حاجة أهم من أكيد يكون عندك ملعب تجهز وتخليها ألا حتى مثلا صيانة الملعب نفسه أعتقد أن كل ملعب من ده ليه إدارة أو هيئة متسولة صيانته زي مثلا عندها صغيرة هيئة استاذ القاهرة الدولي موجودة ولها رئيسها ولها قائدها ولها فريق عملها أكيد كل ملعب له هيئة بتديره الهيئة دي هي المسؤولة عن هذا الأمر المفروض الدولة ومثلا في وجهة الشباب والرياضة يكون فيها منها إشراف كبير جدا على هذه النواية من الملعب وعلى عملية الصيانة حتى لا نخسر هذه الملايين التي دفعت حتى نجهز هذه الملعب ونحافظ على هذه الصورة بهذا الشكل كمان المنظومة التذاكر التي اتعملت هذه اللي عملت لأول مرة منظومة التذاكر الإلكترونية في مصر حاجة يعني بسم الله ما شاء الله حاجة عظيمة حاجة محترمة البعض كان متخيل أننا لا نعرف أن نتعامل معها الإلكترونية نشاهدها استاذ القيارة لا مكان لقدم في استاذ القيارة وكل داخل بتذاكر تذكرة واحدة وكل واحد تذكرته زي في أي مكان في العالم بتخش أي مكان في العالم في الدورة الإنجليزة أو في الدورة البانية بتذكرتك على اسمك الرقم الـ ID الشخصي بتاعك بحيث لو حد خرج عن النص أو حد عمل حاجة أنت رح تتفرج وتحترم النظام وتحترم بلدك وتحافظ على السلوكيات وتحافظ على القيام وتحافظ على الخيارة فوق رأسنا من فوق هتخرج عن النص وهيكون فيه خارج حدود الأدب خارج حدود اللياقة هتكسر هتدمر هترمطوب هتتجاب ففيه منظومة محترمة النظام الحدث ده يعطينا نوع كبير جدا من التفاعل نوع كبير جدا من الأمن نوع كبير جدا من الرغبة في أن ده يطبق إن شاء الله في الدورة المصري وأعتقد أن هذا سيطبق ويمكن هذا ما أعلن عنه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضوح بعد الافتتاح الرع والجميل أن هذا الحضور الجماهير وهذا الجمهور الملتزم يعطينا أمل في عودة الجمهور المدرجات بإذن الله فده منظومة طبعا متكاملة وجميلة ثقافة كمان الجمهور مهمة جدا نشوفنا لقطة أكثر من رائعة للجمهور المصري بعد انتهاء المباراة بين مصر وزمبابوي وتنظيف أماكنهم في المدرجات كانت لقطة رائعة جدا ونشوفهاش غير في اليابان وفي كوريا وفي كلام من ده إن احنا نحاول نقلت الإيجابيات شيء مهم أو في الكرة المصرية وللمشجعين بكل تأكيد عشان نشوف بقى دور مصري وكاس مصر والدنيا ترجع لطبيعتها بشكل كامل في الكرة المصرية ده هو الأدب هو القيمة هي الجينات الموجودة اللي جوانا اللي احنا لازم تخرج حضراتنا وتظهر بشكل قوي هي فعلا انتبات موجودة وشكل موجود مهما حصل من بعض الأتربة عليه يعني المعدن المصري معدن نفيس معدن كالذهب حتى لو جاء عليه بعض الغبار أو التراب فإذا تم إزالاته ظهر المعدن الحقيقي في أي مجال يعني المهم يعني مدام وجد فيه نظام وفيه قانون وفيه احترام اعتقدها تشوف ده شوفنا ده في الثورة لما حصلت في بداياتها والناس كانوا بنظراف الشوارع بشكل جيد جدا والعالم كله عشت بالمطريين يمكن الحضرات دي بنشوفها عند الشعوب المتقدمة الشعوب المتحدرة زي ما حدك بتقول اليابانيين والكوريين وغيرهم من بعض البلدان نحن رأسنا أقل من هذه الشعوب في حضرتنا وفي إمكانتنا وفي أخلاقياتنا في رغبتنا فإن احنا نقدم صورة مصرية محترمة للعالم كله يعني فكانت منظر الشباب المصري هو موجود والشباب يتبنى مبادرة شخصية منهم بيعملوا حاجات دي منظر حلو ومنظر جميل ورية المنظر ده كان يبقى في كل شارع مصر وفي كل أخلاقات المصريين لازم يكون عندنا خلق إن احنا نبقى النظافة دي والنظافة حاسة عليها دينا الإسلام الحديث النظافة من الإيمان أنت مون يعني مش عايزين نشوف إنك إنت واحد ماشي بعربية يرمي كيس واحد يرمي منديل عندك تقدر تضيف شانطة بسيطة جدا في عبيدك تحط تحمل الشارع بتاعك كل دي حاجات مهمة جدا شفنا ده في المدرج يا ربي ينعكس على الشارع ويا ربي ده يكون سلوك مستمر من الظاهرة ويكون فيه أدب وانضباط واحترام حاجة جميلة جدا طبعا وزي بحراج بتقول معدن الشعب المصري بيظهر في المواقف دي بس الأهم لما يظهر يستمر على كده الثقافة دي تستمر إن شاء الله على كده وبالنسبة معدن الشعب المصري يا أستاذ أوسي النهاردة كان فيه مباراة للمغرب ونمبية وكان فيه استقبال أكثر من رائع من المشجعين والجماهير المصرية للمنتخب المغربي بصحة حضرتك لصورة اللي معانا دي مثلا ده أحد المشجعين المغربة بيشكر أهل مصر على حصن الضيافة واللي كانوا متواجدين النهاردة في أستاذ السلام عشان يؤذروا المنتخب المغربي المنتخب المغربي اللوامين أقوى المنافسين على بطولة اللوامة أفريقية بجانب مصر والسنغال يعني ما بصوش لمنافسة دلوقتي وما بصوا إنهم يستندوا المنتخب المغربي وإزاي يرحبوا بالشعب المغربي تعليقك على الصور الجميلة طبعا ده حاجة مشرفة لنا كمصريين وحاجة تفخر بها وحاجة مهمة جدا إن احنا نعمل إحنا كمصريين رقم واحد عندنا منتخب مصر بنشجع منتخب مصر وبإذن الله نفوز بالبطولة مش نعمل نفوز بالبطولة إن شاء الله هنفوز بالبطولة بإذن الله بطولتنا على أرضنا تبقى الكاس قاعدة عندنا بإذن الله طبيعا جدا بعد مصر في المباراة كلها دلوقتي لغاية ما أي فريق قابل مصر في النهاية إن شاء الله أكيد لما أي فريق عربي سواء تونس أو الجزائر أو المغرب أو مورتانيا في مواجهة أي شقيق أفريقي فنحن أكيد سنؤذر الأقرب بالنسبة لنا لما أولاد المنطقة العربية بالدرجة الأولى طبعا ما احترمنا وتقديرنا للأشقاء الأفريقية بس أنا لما يكون عربي وعندي فريق عربي يلعب أكيد انتباه كل الفريق ده وأكيد ده حشجعه الشعب المصري يشعر بهذا ويشعر بهذه القيمة وأشعر بهذا القرب العربي اللي بيأكده دلوقتي ويقف وراء تونس والجزائر والمغرب ومورتانيا حتى الأشقاء شعروا بهذا ويمكن كل الصحافة التونسية بتكلم عن ده والصحافة الجزائرية بتكلم عن ده ده شيء مهم جدا وطبعا ده شيء محترم جدا وأتمنى مؤذرة كبيرة للفريق العربية حتى تصل الأدوار النهائية أتمنى أن المربع الزهبي لو ظروف تخدمنا يكونوا كلهم العرب موجودين نتمنى ذلك حتى لما فريق أفريق بيبقى بيلعب في كاس العالم نحن بنشجع الفريق أفريق ضد أي فريق في العالم وبننتمي وبنعد الكاميرون غانا نيجيريا سنغال ما لم يكن بيلعب مصر فبنشجعه بمنتهى القوة ومنتهى الحماس وبنتمنى الفوش لأن انتماءنا المصري انتماءنا العرب انتماءنا الأفريقي ده هو الانتماءات وده بيعبر عن إحساس الشعب وعن حضرته وعن ثقافته وعن رؤيته لأحداث الموجودة في المنطقة منتخب مصر بقى كيف رأيت المباراة الأولى لمنتخب مصر أماما زمبابوي سواء من حيث النتيجة والأداء وتقييمك إيه لهذه المباراة هو طبعا يعني احنا كلنا قبل المنطق كانت توقعتنا ان احنا ان شاء الله هنكتب زمبابوي لكن كرة القدم في النهاية لا تعترف إلا بالأداء على أرض الملعب كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد المبزول كثيرا ما تكونش عندها توقعات وتحقق النتائج وتحقق مفاجئات وده كان ورد يحصل معنا في الوراء وقلنا يمكن كنت معاك في حالة قبل كده قلت ان مجمواتنا مستهلة على الإطلاق مجمواتنا صعبة وفيها صعوبات كبيرة جدا لأن انت كبير وانت أكبر حد في المجموعة فالكل سيقاتل أمامك ليس لأنك مصري الكبير صاحب الألقاب السبعة اللي انت واخدهم بل لأن البطولة مقامة على أرضك فريق بلعبك على أرضك وانت الأقوى وانت الاسم الكبير موجود في أفريقيا انت من الغزامة فطبعا بيلعب بكل قوته وبكل حماسه وبكل جهده وشفنا منتخب زنباو قدى بداية وانواجه الصعوبات كبيرة جدا قدام أغاندا عشان كده المنتخب بواجه الصعوبات ودائما المباراة الفتاح بيبقى فيها نوع من يعني دي أول بداية أول طلع يعني بيبقى فيها تخاوف كتير جدا ياما شفنا في بطولات كاس عالم فرقة كبيرة جدا منظمة وبتخسر المباراة شفنا في 86 كنا واجهنا السنغال وكاد كل التوقعات تصب في مصلحة مصر وخسرنا بهدف في المباراة الفتاحية لكن كسبنا المطشين اللي بعد كده وتهلنا وسرنا في خطواتنا حتى حصلنا على اللقب أنا شاف طبعا الأداء ما عجبش ناش كتير جدا وانا شخصها ما عجبش كنت أتمنى أن منطقة مطري بأفضل من كده بكتير ويسجل أكثر من كده بكتير لكن حنلتمس العجل اللاعبين أنهم ما زالوا في البداية ليس مطلوبا الآن أن نمسك بالسكاكين والصياط ونمزق فيه أجساد اللاعبين بل بالعكس نحن نحييه ونشجعهم وحصلنا على ثلاث نقاط مهمة جدا وثلاث نقاط قيمة جدا مش عايزين نقعد نقيم في المدير الفني وتغييراته أداء كان فيه بعض الملاحظات وفيه سلبات كترة جدا المباراة القادمة ستكون أفضل ومن عادة منتخب مصر أنه دايماً بيمشي خطوة خطوة ودايماً بيتقدم من مباراة المباراة ودايماً في المباراة التالية بيظهر أفضل من مباراة خصوصاً في هذه البطولات المجمعة وشاهدناك ده تقريباً في معظم الماتشات أخرهم أخر بطولة قال لي لا أفهم منتخبنا نعم مشينا خطوة خطوة ابتدت بتعادل أمام مالي وبعد كده خطوة خطوة وصلت النهائي وصلت النهائي فأعتقد أننا إن شاء الله الماتش القادم سنكون أفضل واللي بعدها سنكون أفضل ونكمل مشوارنا يعني الماتش المقبل وماتش التأهل مباشرة إن تكسب الكنغو الديمقراطية بإذن الله فده ماتش التأهل بالنسبة لك وحيكون في المقابل ماتش الإقصاء بالنسبة للكنغو ما لم تحقق نتيجة وممكن تسعد تورد الله أعلم لكن بالنسبة لنا ما يميناش كل ده إحنا يميننا إن إحنا نكسب وناخد التلاتة بونت ونتأهل الكل في دور المجموعات ده بيركز على تجميع النقاط علشان يتأهل ويصعد وبعد كده لكل حدث حديث ولكل مقام المقال ولكل مباراة ظروفها وأحداثها ولعبتها وبتاعها عندنا يعني اللعبتنا عندنا بعض النقصات في بعض الخطوط عندنا بعض المشكلات لكن في المقابل في إيجابيات لكن طبعا في إيجابيات كتيرة يتمثل فيه في المباراة الأخيرة بتحديث لا يعني إحنا عندنا الأداة اللي جمع لما لأدنا أداة شايف في الشوت الأول قدنا بشكل كويس جدا وقدنا بطريقة وكنا ممكن نسجل جون واثنين وثلاثة بس الاستعجال وعدم التركيز هو الأضاع مننا أكثر من فرصة يعني شايفين فيه تركيز كبير جدا على محمد صلاح يعني إحنا هنبدأ المفروض نستغل الجهات التانية يعني الفرقة الفرقة والنفسين كلهم بيرموا نفسهم على محمد صلاح شوفنا إزاي جون مصر جي من الناحية التانية المعاكسة لمحمد صلاح لما تريد جي تحرك معايما أشرفت حاجاته والناحية الشبال كانت شبه معطلة وقت طويل جدا فلما تحركنا منها سجلنا جون وكنا ممكن نسجل منها جون واثنين فده مهم جدا أننا نشتغل عليه يعني أكيد حاجات عرفنا أكيد سلبيات عرفنا أكيد إيجابياتنا برضو الناس عرفها وهنا عرفنا فإن شاء الله نقدم شكل أفضل وشكل أقيم في المباراة المقبلة طيب ده فيما يخص المباراة السابقة والجنب الفني بالتحديد لكن في نفس الوقت في بعض الأمور اللي بتحصل في معسكر من تخمصر ولو ما تكلمناش عليها أو أخفلناها هيبقى احنا مش إعلامي احنا مش كده منقدم إعلامي لا لازم نتناول كل الإيجابيات وكل السلبية عايز أخذ تعليق حضرتك على الأزمة الخاصة بعمر وردة وإزاي يتم التعامل معها في إطار في إطار إن احنا بالنافس على اللقب وإن احنا عايزين بطولة الأمم الأفريقية رأيك في الأزمة وتعليق عليها والتعامل معها يكون إزاي نتعان يعني الواحد طبعا ما كانتش يتمنى إن أزمة بالشكل تحصل في هذا التوقيت وكل الأعفق منتخب مصري يعرف جيدا أن يعني آلاف العيون وملايين العيون التي ترصدوه ولا يظن أنه بمنأة أو بعيد عن المشاهدة من الجميع دلوقتي فيه وصالة تواصل الاجتماعي يعني فاضحة لكل شيء حتى إنها يعني يعني بتقفز خلف الحقاق يعني فيها بالك لما يكون وقع حصلت فيقى فيها حاجات كبيرة جدا عامر وردة من العناصر مهمة جدا في المنتخب كان فيه بعض السواب اللي قبل كده والمفروض يكون يتعلم الدرس منها أو أي لعب في المنتخب لازم يبقى فيه التزام كبير جدا في الظروف اللي زي كده أعتقد الجهاز الفني يعني تعامل أو بدأ بالفعل التعامل مع الموضوع ده أو مع المشكلة دي أعتقد أنها مش ممكن تؤثر على المنتخب يعني بأي أكد بالأهم بصراحة بالزبط يعني لكن المفروض نتعامل معها بهدوء شديد جدا وده ورد جدا ممكن يحصل في أي مكان تعامل بوضوع طبعا تعامل بوضوع يعني مش عايزة انفعلية ومش عايزة قرارات مثلا ممكن تؤثر على الفريق في مرحلة صعبة أعتقد أن الجهاز هيتعامل بشكل يعني أولا يكون فيه الرد الواضح جدا لوردة والرسالة التي توجه لكل اللعيبة الكل هيستفيد من هذا الأمر دون أن يحدث أزمة في المنتخب تؤثر على الأداية الفنية أو على اللعبين والكل لابد أن يلتزم طبعا أمر مفروض وسركات يعني غير مقبولة على الإطلاق نتمنى الالتزام من كل لابد مصر واعتقد أنه كلهم ملتزمين يعني ممكن تبقى حد سفر ده حصلت أو وقع حصلت الله أعلم إذا كانت يعني فعلا حقيقية أو لها جهزة حقيقية يعني لكن في النهاية علينا أن يكون منتخب مصر هو هدفنا الأساسي وهدفنا الرئيسي ما تقويم الله ما تقويم الله ده حاجة ما فيهش كلامي يعني ويما اللعيبة حصل منها سروكات قبل كده وخلصت وتم التعامل معها ومنتخب أكثر بشكل كويس جدا يعني مع تقويم اللاعب وليس دبحه لا طبعا أو استبعاده من منتخب لأنه في بعض الأراء يقول لك لا خلاص بعد لازم يستبعد منتخب بعد المشكلة أنا أتكافي أن التقويم في المرحلة دي يكون أفضل لأن ما فيهش وقت طبعا عمر صغير وياريت يتعلم من كل الدروس اللي بيمر منها لأنه حصلت له مشكلة قبل كده في اليونان نتمنى أن كان في البرتغال في البرتغال حتى في البرتغال بالضبط يعني ياريت يتعلم من الدروس دي يعني ويتأكد أن اللعب الكرة أو النجم اللي وصل إلى مكان علي ده قدوة كبيرة جدا يهمه أن يحفظ على صورته وعلى شكله وعلى سلوكياته وعلى أخلاقياته لما يكون كل منتخب ملتزم ومنضبط ونأخذ محمد صلاح نموذج طبعا نموذج واضح في الأدب والاحترام وعندك تريزيجي وعندك كل لعيب الحقيقة يعني نماذج محترمة جدا لأنك أنت لن تبلغ يعني خط النجمية العالي إلا إذا كان عندك كل تزامات يعني حتى لو كنت لقايب كورة مميز جدا وفي جانب أخلاقي ناقص عندك وفي عندك مشكلة في سلوكيات أعتقد مش هتوصل لمرحلة النجمية وحتواجه مشاكل كبيرة جدا وشوفنا لعبها بعض اللعب المصريين ذهبوا إلى دوريات من الدور الإنجليز وعملوا مطشات عالية جدا وعملوا ردود فعل فنية كبيرة جدا لكن عدم الالتزام منهم في بعض السلوكيات يعني هتحبيهم عندك عدد كبير جدا من اللعبين على فكرة اللي كانوا مميزين جدا وكان ممكن يبقى لهم مستقبل باهر بالزبط اللعبين ولعب أكبر جدا لسمين دول تحديا ممكن يبقى لهم يعني تواجد كبير جدا في الدوريات الأوروبية يعني أنت بتكلم على مثلا عمر جاكي كانت انطلاقته في الدور الإنجليز أقوى مليون مرة من انطلاقة محمد صلاح يعني كانت حاجة قيمة جدا يعني يعني هم يتعلموا يستفادوا ومفروض النجوم اللي يتعلموا يستفيدوا ومع ذلك كتبوا تاريخ طبعا كتبوا تاريخ يعني ودينا ناس بنكين درهم كل الاحترام والتقدير طبعا لكي حاب نضرب أمثلة في هذا الاتجاه علشان نقول أن احنا يعني لما نقع في خطأ لا يجب علينا أن نكرر نفس الخطأ أكتر من مرة يعني ده يبقى مش جميل ليه كشخص فأنا تمنى للمنتخب التوفيق وأنا تمنى لعمر وارضة الانضباط والتوفيق إن شاء الله بإذن الله مصيرية وحاسمة في التأهل إن شاء الله بإذن الله للمنتخب مصر طبعا مطلوب من الجهاز الفني أكد الجهاز الفني في الأساس بالهداية باختيار المجموعة المناسبة للمباراة اللي ترعب بشكل جيد وشكل طيب وشكل مميز يكون عندنا فعالية هجومية أكتر من كده إن احنا أضعنا فرص كتير جدا فعالية هجومية فعالية هجومية مهمة جدا في العضوات طبعا أعتقد إن محمد صلاح مؤكد إنه سيكون أفضل كثيرا مما ظهرت في المباراة الأولى لأن تشعر في بعض الوقت إن عليه بيعانم بعض الإجهات بعض التعب بعض الهراق يعني أكيد الوجود لقابة مع بعضهم في المعسكر ده هيكون دعم كبير جدا وهيكون حاجة مميزة للاتنين الجاذفان عليها إن يختار التشكيل الأفضل يختار المجموعة الأفضل تغييرات وبرده تكون أفضل مما كان عليه تغييرات في المباراة الأخيرة تعاون بين المهاجمين عندنا افتقاد كبير جدا في وسط الملعب القائد اللي بيقود في وسط الملعب الحقيقة يعني عبدالله سعيد مقدم موسم عالي جدا السنة دي في الدوري موسم مميز وقوي وبيلعب بروح قتالية لم أرى هذا موجودا في المنتخب المنتخب مفتقد للقائد اللي احنا كنا بنطمع القائد اللي يقود ويوزع يعني ما نتمتش على محمد صعيز بيكون عندك أكتر من اللعب يعمل لك نوع من التنوع الهجومي لازم كمان الناحية الشمال تتحرك بشكل أفضل من كده يعني لازم ترزيجي تكون عنده أدوار أكبر وأعلى أفضل كتير من اللي كانت عليها في المباراة ويتحرك بشكل أفضل لأنه لعب قدراته أنا من وجهة نظر لا تقلنا عن قدرات محمد صلاح يعني اللعب يقدر يصنع لك الفرق بشكل كبير جدا وشكله مميز وإن شاء الله يعني ينال حقه الحقيقي الذي يستحقه فيه الدولات الأوروبية بإذن الله اللعبة مطلوب منها تركيش شديد جدا مطلوب منها استغلال الفرص اللي تجيئة بشكل كبير جدا المدافعين مطلوب منهم يقزى كبير جدا لأن حصلت بعض الأخطاء ولكن نظر للقلة القوة الهجومية لمنتخب الزمبابوي فربنا سترها معنا يعني لكن أعتقد لو كان فيه منتخب قوة بوجهك كممكن عمل لك إحراج وكممكن لك قدر يسجل فيك فيعمل لك إحراج ويزيد أمام الضغوط عليك أتمنى أنه ده يصعب عندنا مشاكل في الدفاع عندنا مشاكل في الهجوم عندنا مشاكل في الوسط كل ده إن شاء الله أكيد الجهاز الفني حيسعى العلاجه والمدير الفني أعلن ده قال إن إحنا خرجنا بالعديد من السلبيات وإن شاء الله سنحاول أن نعالجها وأنا تلاتها في مبراية الخديمة ولا ننسى أننا نواجه منتخب مجروح ومأزوم ويسعى ويمكن حتى لعاب الكنغو يعني من إحساسهم بالهزيمة قدام جمهورهم وقدام بلدهم طلعوا فيديو كلهم وقفوا فيه وأعتذروا للشعب الكنغولي عن الخسارة أمام أغندا أعتقد أنهما ستبع عندهم روح قتالية عالية لا نستهيم بأي شكل من الأشكال يمكن أن نكون قد واجهناها وكسبناها بصعوبة هنا وكسبناها على أرضها ومن السهل جدا أن نكسبها لأن الفرق بيننا وبينهم فنيان كبير جدا علاوة على أن المباراة وعلى أرضك وفت جمهورك لكن ستقواجه فريقا مقاتلا يسعى إلى تحقيق شيفة البطولة لأن الخسارة بالنسباله معناها الخروج نهيا من دور المجموعات مبكرا فالمباراة تبقى صعبة لعابتنا برضو ويأخذوا الأمور بهذا الشكل الجاد علشان يسعدوا الماليين اللي منتظرينهم إن شاء الله في كل أنحاء مصر ممكن يكون فيه من وجهة نظرك تعديلات في التشكيل أو في طريقة اللعبة بالنسبة لمنتخب مصر خلال المباراة اللي جاء إن شاء الله أمامكم يعني من متابعتنا اللي أجرب في الفترات اللي مسك فيها منتخب مصر لا أتوقع تغييرا في التشكيل هايبقى هو أعتقد هو ده نفس التشكيل اللي حيبدأ به بس ممكن بعد كده تبقى التغييرات هي المختلفة يعني مع أن أنا شاف أن الدكة يعني ما فيهاش تقل كتير جدا يعني يعني الدكة بتاعت منتخب مصر ليست ثقيل يعني ما عندكش لعيبة بره كتير تعول عليهم ينزلوا يعملوا الفرق إلا إنك لو جبت لعيبة من الأسرين وحطتهم بره عشان تستغلهم وده طبعا مش مزبوط فالمجموعة اللي بتنزل أسرين هالمجموعة الأفضل اللي مجموعة من اللي اخترهم الجهاز الفني أعتقد أنه سيبدأ بيهم مع تصليح بعض الميام مع تغيير بعض الأدوار مع تغيير بعض المراكز كل ده ممكن يحصل مع أن عبدالله السعاد وكل دور أقوى وأهم كتير جدا من اللي احنا شفناه به ويكون قائد بالفعل حقيقي ويقدر يحرك المنتخب ويقدر يلعب ويقدر يوزع ويقدر يياجم إن المروة المحسن يكون أكثر دقة في تصواته على المروة إن تريزي جي مايركس على الجماليات في الأهداف لأن تريزي يعني بتجيله فرص كتير جدا لكن هو قاعدته إنه هو دائما بيركز على الشكل الجمالي في الأهداف يعني حتى الهدف بتاعه هدف ممتع لكن هو مصدر إنه هو يجيبه بالشكل ده بقى له فترة عايز يجيبه كده عايز يجيبه كده بالمنظر ده وبيعمله بالشكل ده يعني لأنه ممكن يجيب أهداف كتير جدا بس مش بالشكل الجميل والحلو ده نتمنى إنه يتخلص ممكن حتى الكثير من المحليين والكثير من التبهين نصحوا بالتخلي عن الشكل الجمالي في الحراز الأهدا بحيث إنه كنت إذا إضيحت لك فرصة إنك تزوء كرة تدخل الشباك خلاص يفعلها يعني بالضبط حتى هذا ما يفعله صلاح يعني إن شاء الله صلاح يكون أكثر فعالية ترسجية يكون أكثر فعالية يكون أدانة بشكل قوي شكل مميز بإذن الله نقدر نحق نتيجة ترضي كل الشكل وكرة في مصري متفاقل إن مصر تأخذ اللقب إن شاء الله أنا لازم أتفاقل إن مصر تأخذ اللقب يعني مهم جدا أنا مصري دايما دايما مصري مرشحة للقب دايما أي براء بتشارك فيها مصري دايما يعني حد لما حد يقولك السنغال والمغرب والكاميرون لازم مصر دون مرشحين ومصر تقام مرشح رقم واحد معك كانت عندك فرقة تيلة جدا زي فرقة السنغال فرقة تيلة جدا وممكن يا بتلعب ماتشة الآن بتلعب عندك فرقة المغرب فرقة كويسة جدا وكشب التلماتش بتاع عندك لسه هتشوف كاميرون وغيانة وهتشوف فرقة كترة جدا إن شاء الله مصر هتفوز بالبطولة ومتفائل بإذن الله نمتفوز بالبطولة في كل حال إن شاء الله كلنا متفائلين بمنتخبنا الوطني المصري وإن شاء الله يذهب بعيدا مش بس يذهب بعيدا في البطولة لا يجيب لنا اللقب كمان وده الهدف الأساسي والأسمة لكل الشعب المصري مستنيه بفارق الصبر أستاذ محمد القوسي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا بنا خليك أمير ودائما نلتقى على قير إن شاء الله نلتقى على انتصار مصري جديد بإذن الله في كرة القدمة وفي كل المجالات إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا ده كان لقاءنا مع الناقض الرياضي الكبير أستاذ محمد القوسي تكلمنا في أمور كثير جدا بتخص وتهم الجمهور المصري والمنتخب المصري كمان كل الدعوات بكل التوفيق لمنتخب مصري في مباراته القادمة إن شاء الله سواء في المجموعة أو في الأدوار المجبلة وإن شاء الله دعواتنا كلنا بفوز المنتخب وبطوة الأمم الأفريقية دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة استنونا وحلقة جيدة بكرة إن شاء الله إلى اللقاء